ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وتحدثت بحمال عبر فيديو نشرته بصفحتها رسمية على الإنستغرام عن وضعيتها الصحية والاجتماعية مؤكدة أنها أصبحت تشعر بالعياء لكبار سنها الشيء الذي جعلها تغيب عن الساحة الفنية ومثل عدد مهم من الفنانين والممثلين قامت نعيمة باللجوء إلى العالم الافتراضي وخلق محتوى عبر اليوتيوب مشيرة إلى أنها تسعى إلى تقديم أشياء هادفة داعية محبها إلى متابعتها ويذكر أن آخر ظهور للفنان المقتدر نعيمة بحمالة كان في المسلسل المغربي ولاد العم في جزئه الأول والثاني ويشار إلى أن عددا من الممثلين المغاربة يعانون من التهمش والفقرة بعد بلوغ السن الشيخوخة وعدم قدرتهم على الاستمرار في العطاء أمثال محمد الخلفي عائشة مهما فاطمة والشاي وغيرهم